بكل تواضع في اكسبرس الفيام نعتبره روحنا من المتابعين الدقيقين للشأن الوطني في البلاد وخاصة لشأن الاقتصادي ومع هذا عندنا صعوبات في قراءة السياسة الاقتصادية متع الدولة التونسية ومناش فهمين الفرق اللي قاعدين نلاحظوا فيه بين القول والفعل على سبيل المثال ما نعرفوش شنية حقيقة الوضعية متاعنا مع الافيمي من ناحية الخطاب الرسمي اللي يقول اللي هو يرفض املاءات الصندوق اللي باش نعمله على رواحنا بما معناه ان مناش باش ناخده قرض من عنده من ناحية اخرى نلقاه رئيس الحكومة يقابل المديرة العامة متاع الافيمي في دافوس ويقول لها اللي تونس بشتوفي بكل تعهداتها في الفين وثلاثة عشرين و الفين واربعة عشرين وكأنه يطمن فيها وهي تقوله اللي راهو الصندوق ما يعطيش املاءات واللي كل شيء يصير بالتعاون مع البلد المعني وكأمني من ناحيتها زادت تقوله اللي الخطاب الشعبوي هذا مش علينا نحن نجم تبيعه كان على المستوى المحلي في الاثناء صندوق النقد حط تونس في القائمة السلبية على خاطر محبيني شنقابله الخبراء متاعه نقطة اللي مش بد عليها حتى حد في دافوس حسب البلاغات الرسمية على كل حال اما في خضم هذا الكل يقعد التساؤل شنو وضعنا طوام على الافيمي وخيانو نشوفو كيفا نخدمو مع بعضنا ولا ممثل الامبريالية العالمية اللي حب يفرض علينا املاءات تمس بالسلم الاجتماعي الحقيقة ما عنديش اجابة على السؤال هذا في مستوى اشمل شوية من هكا النجم نقوله لملتقى دافوس هو اللقاء السنوي متاع اللي بيرالية العالمية ومتاع التوجه اليميني على المستوى الاقتصادي بلغة اخرى دافوس مهوش المكان الامثل باش تمشي تحكي على الدور الاجتماعي للدولة وعلى الشركات الاهلية وعلى نهاية الرأسمالية بورطان على هرم في السلطة التونسية يحكي على اعادة احياء المؤسسات العمومية الفالسة وعملنا ديوان وطني للعلف باش الدولة تحتكر استيراد المادة هذي وماشين بصفة عامة في تواجه تقليدي يشبه لبعض التجارب في العالم عام خمسين ولا ستين وينه التناسق بين التوجه هذا المبني في جانب منه على شيطانة القطع الخاص وتقديمه في صورة الوحش المتربص بالكنوز اللي تمثلها المؤسسات العمومية وبين الحضور متع رئيس الحكومة في مؤتمر دافوس اللي مثل العكس تماما متع التوجهات هذي كيف كيف الحقيقة ما عنديش اجابة على السؤال هذا ما نخبش عليكم ما عنيش فكرة جدية على المستقبل الاقتصادي متع البلاد نتبعوا في الحكومة شنو تقول وشنو تتصور وبالمقابل نشوفوا في وضع الاقتصاد التونسي وفي اراء الخبراء ورؤساء المؤسسات ونتسائلوا الارقام والتوقعات المحتوطة في قانون ملايه تلفين وربع وعشرين نقرأوا فيهم ونقولوا ليلة هلالله والنواب في المقابل مشكلهم افسير وشوي جيباية حسيلوا ربي رجريها على الصلاح وكهو لانه لغة الارقام عجزت وسكتت وعلى ذكر ما جيت عليه مروان من وجوب كونه القول يكون معناها متلأم مع المكان ومع الحدث كيف كيف نستقبله زادة مثلا سفير ولكن نستقبله رئيس جمعية عمومية في كوريا الجنوبية ونحكي له على القضية الفلسطينية زادة ما عنده حتى معنى دعمنا القضية الفلسطينية يظهر لي ما فيه حتى شك ولا نقاش ولكن فما لكل مقام مقال وفما كيما تمشي الدافوس مش تحكي على القضية الفلسطينية كيف كيف ما عنده حتى معنى معناه بالتباعه هو يعني الاهمية اللي تونس طعتها للقضية الفلسطينية والدور اللي طرحته على نفسها مايفرضش في نفس الوقت وانك تحكي عليها في جميع المنابر وفي كل المناسبات برشة برشة حاجات اللي ما هوش موش هذا موضوع المطروح خاصة وانه في نفس الوقت في البلايس اللي بالحق يتحكي عليهم في القضية على القضية الفلسطينية وتنجم تعمل فيهم حاجة انتي ما فهمش نتعلم ونذكر هنا على سبيل المثال الدعوة اللي قايمة بها جنوب افريقيا ضد الكيان المحتل مراش انا اليوم لحقيقة لحد الان شنو اللي منع تونس من انها تكون دعمة دعمة لهذا التوجه او في علاش لا ما كناش نحن بدنا به شنو اللي كان يمنعنا انه نعملوا حاجة من النوع ذا او بالعودة من المستوى الاقتصادي راوا او يبدو وانه فمنوع منه الاهمال معنى النيجليجانس في في الاهمية اللي قاعدة التعطاه لمقرؤية السياسة دي الاقتصادية التونسي لو الدولة وصحب القرار بصفة عامة في المستوى الاقتصادي يزم يكون الطرح متاع وواضح بشكل انه يقنع اولا اصحاب الاعمال والمستثمرين متع البلد ثم في مرحلة ثانية المستثمرين الخارجيين وفي مرحلة ثالثة الشركاء التقليديين متع البلد من بلدين اخرى من صناديق بالضبط يزم تكون ثنيتك واضحة يزم تكون انت عندك طرح يقول انا راه ها وين نحب نوصل في العام هذا في الخمسة سنين الجايين في العشرة سنين الجايين حتىكش للخمسين عام جايين هاو التصور متاعي انا اليوم لتونس في الفين وسبعين كيفاش واذا كيفاش يعمل وراء البلدين بتاع العالم كل وابتداء من هذاك من البرنامج هذاك اللي عاملو اللي انتي خادمو على حقيقة امكانياتك خادمو على حقيقة ميزاتك التفاضلية على المستوى الدولي المستوى الاقليمي خادم حاجة بالحق كريديبل مش مش معناها برامج تنمية بتاعنا مشيو لدشرة نبر نعملو منطقة صناعية لأ بذاي ما معادش ياكل الشي هذاك بناء على البرنامج هذاك وبناء على مصداقيتك في البرنامج هذاك وقتها يجيك المستثمر وقتها يجيك راو المستثمر ما يهموش تبدلت راه الامور قراءتنا في المسائل هذية مسالة للأسف تقليدية وقديمة راو المستثمر ما يقلقوش انه انه يخلص على سبيل المثال بالعكس بالعكس اما قل لي راو اللي يهمو هو انا كي تقولوا راوهم عشرة بالمئة راوهم عشرة بالمئة على خمس سنوات خمسة وعشرة وحتى خمستاش وعشرين سنة مش كل عام يرحم ربي مش كل عام وعلمو هذة يا راو متنجمش تعمل بيه وكيما كيما زادة ما يساعدوش وانه هاي او مش نعمل لك اكزونيراسيون او مش نعمل لك هاك مكش مش تخلص لمدة ثلاث سنوات على خطر مستثمر اجنبي مثلا لا لا هذا ما عادش يهمو اعطيني اكثر من ثلاث سنوات ونخلص اعطيني استقرار اعطيني نوع من الامان الجبائي اعطيني 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 بنية تحتية اعطيني قضاء اعطيني كيفاش نوصل سلعتي في اقرب وقتنا للأسواق متاعي يلزم برد يلزم مطار اللي هو يحترم نفسه يلزم هدايا الكل ومقرؤية ايضا المسائل اللي قاعد تعمل فيها انت انا كمستثمر هنا نحكيو على مستوى معين من المستثمرين وهذوكم دايور اللي حاشتنا بهم هداك رو بش يمشي يقرأ التقرير متاع دافوس رو بش يمشي يشوفك في الكلاسمان رو بش يمشي يشوف ثلاثة أربعة خمسة عشرة قوانين مالية لخرانين متاعك كيفاش شنية توجه متاعك رو بش يمشي يحلل خطر فهما ناس تقرأ وناس تحلل وناس كذا شو الخطاب الرسمي في المستوى الاقتصادي شنو يقول هو مراش انا الحقيقة وانه كنجي وتوى نحن نقول وراه القطاع الخاص خايب ومتربص بالقطاع العام ورجال الاعمال كلهم فاسدين الا من اثبت عكس ذلك ما نتصورش الحقيقة خطاب جذاب هو في الخطاب الرسمي ماريت هاش ولكن يريت لو كان في الاحاديث الجانبية اللي جبعت الوافد التونسي وخاصة رئيس الحكومة لو كان يسئل المستثمرين اللي موجودين غديكا انتوما شنو طالبين بالضبط شنو تحبوا في المكان اللي بشمشيوا تستثمروا فيه ومبعد نشوفوا احنا شنو ننجموا نوفروا وشنو لي ما ننجموش وبالفعل ماروين اكيد كونك باش تلقى في الثلاثة حاجات الولانين مش بالضرورة حكاية ابدا ما عادش تهمهم بكل ما هيش اولوية اليوم لا ما عادش تهمهم بكل المسألة هذية وراه وما عادش في العالم وكل ما عادش فهم منها وزيد راوو حتى نحنا بناتنا بين بعضنا راوو فما موجودة دراسات وراو فما البنك الدولي يخدم حاجة وراوو يتضحوا انه ثمانين بالمئة من اللي اعتبرناه نحنا تشجيعات هذا يجيب بطبيعة الحال على عدد من الحكومات عدد من على سنوات يعني مش يتضحوا انه ثمانين بالمئة من التشجيعات اللي عاملينهم نحنا الاستثمار اللي بدون جدوى معنى قاعدين نخسروا فلوس كدولة خاطر ما خلط شامبو ولا ما خلط سيني سيس ستها مون كا جاني وان فلوس ما وش قاعد يجيب لكفعات شي بضبط ونحنا مزلنا ما راجعناش المسألة ذايلهين بحواج اهن اتحاد الشغل اللي قرر صح بالقضية ضد عبير موسي هذا